مرة أخرى لمصالح الشرطة والدرك الوطني في ظل تزايد منسوب المتجرة برخص السياقة حوادث المرور في جزائر تكلف خسارة مالية قدرها 120 مليار ضرار مختلف في المدارس التي تعطي هذه الرخص رخص السياقة في بعض الأحيان سائق السيارة يكون غير أهل للسياقة ربما يتحصل لرخصة السياقة بطرقة أو بأخرى وزير الأشغال العموية والنقل تدخل بسرامة في هذا الشأن من أجل بعث رسالة وشفرة أقول لهذه المدارس المقترح كان مجلس مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الأشغال العمومية يناقشوا في المقترح هذا لكن حبذا لو يبقى المراقبة تكون عند الشرطة وتكون عند الضرك لأنها عندها إمكانيات أكثر وكل معلومة تتعى السائقين عندهم أكثر أما من جهات الحكومة قدم وزير النقل والأشغال العمومية مرسوما للحكومة يجبر أصحاب الشاحنات والحافلات على تركيب الصندوق لا سود في مركباتهم من أجل تسهيل عملية المراقبة على الجهات المختصة قيمة ألف دينار لا تفي بالتكمين الخزينة العمومية فيما خص التأمين مبلغ مرتفع كل مبلغ مرتفع إلا الجزء المهم في السيارة المراقبة بالتقنية السيارات بقى دائما مبلغ ضائل المرسوم الجديد هو الشاحنات والحافلات رقبوا المسافة متاع كل شاحنة نزو سائق يعمل ٢٠ كيلومتر بدون توقف العلبة السوداء كما سمنا سيد الوزير راح تراقب المسافة وتراقب حتى فطرة الرحة تاع السائق كما اقترح نواب مجلس الأمة على الحكومة توسيع دائرة العقاب لتطلع حتى مدارس تعليم السياق التي يتسبب المنتسبون إليها في حوادث المرور مع إجبارية إخضاع الشهادات الطبية لطالب رخصة السياق إلى مراقبة رسمية